طاقة السلبية اللي بتتصدر لنا من الخارج يعني أنا مايش علاقة بيها لكن أنا بصحة من النوم بكون منزلة مثلا في فيديو حلقة كلام بقوله فجأة في ناس انتي نكحة وانتي شطرة وانتي ما فيش منك الله بنبسط أكتر ويبقى عندي طاقة بصوا بقى بيدوني طاقة وبقى باور ودينامو لو أنا تعبانة حتى اليوم دا وعندي شغل وكنت مش هروح لا أروح وانزل لإن الناس بتقول لي برافو عليك انتي شطرة كملي في بقى بعض الفيديوهات مثلا لقيه بنزلها حاجة اللي إيه الهابة اللي انتي بتقوليه دا وإيه الهابة واشتيمة وطاقة سلبية يعني أنا مثلا اتوجه للنقد أنا بقى انت عارف دايما بتكلم عن حياتي عائلة يعني بعد وفاة والدتي الله يرحمها الله يرحمها فأنا نزلت الشغل بعدية بفترة يعني 15 يوم مثلا وحضرتك نصحتني وقلتلي لازم تنزلي الشغل والشغل بينسي بيوقف على الرجل بيوقف على رجلي تاني وانزلي يا إيمان الشغل واكسري الأجازة فأول ما بطلت انزل الشغل حداك شفت بنفسك كم الطاقة السلبية انتي لسه مامتك ميدة انتي ما تحترمي حزنك خبت 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 طب انتوا عرفتوا أنا جوايا إيه طب انتوا عرفتوا إن أنا لو منزلتش الشغل دلوقتي أنا كان ممكن أدخل في اكتئاب حد وفكر في أفكار سودوية طب انتوا عرفتوا أنا حياتي إزاي طب انتوا عرفتوا علاقتي بوالدتي إزاي يعني الناس اللي بتكتب دي حقيقي خلوني أدخل في طاقة حزن تاني وزعل من نفسي إن أنا نزلت قبل الأربعين ما يخلصوا فهل إحنا لسه في الحتة دي يعني يعني ليه أنا تشتم عشان نزلت أشتغل هو مبدئيا بس موضوع الأربعين ده يعني هو يعني عشان أضيع أربعين يوم من حياتي مهما كان الإنسان عزيز عليها لأن الحزن يعني منبعه جوايا أنا مش مطلوب مني أوقف حياتي فيه ناس ما عندهاش الرفاهية أنها توقف حياتها أربعين يوم عشان خاطر حد عشان خاطر ده قدر ربنا طب هل أنا بعد الأربعين مثلا بعد ما أربعين الحزن هيروح مثلا هل أنا هنسى والدتي مثلا يعني يعني إيه الفرق ما بين الحزن قبل الأربعين وبعد الأربعين في حدات طبعا دي حاجة تاني حاجة فعلا زي ما حداك قلت طب ما أنا شغلي عندي التزامات وعندي مسئوليات وعندي إقصاد وعندي أولاد وعندي حياة فأنا ده شغلي كمان اللي أنا بحبه مش بس عشان الفلوس كمان اللي أنا بحبه اللي بلاقي نفسي فيه يمكن ده مصدر السعادة الوحيد ليه في حياتي مثلا حد عارف حاجة يعني كل واحد فينا جوا حاجات كتير إنتي قلت بقى إنتي قلت كلمة دلوقتي حكمة حد عارف حاجة أنا دايما بنصح الناس اللي هم بيتأثروا شديدين التأثر زي وزيك احنا ناس برضو بنتأثر الناس فاكرة أن الناس اللي بتبع السوشيال ميديا وعندها متابعين أو بي ده ما بتأثروش الناس اللي بتأثروا دايما ما تتأثرش غير لما تبعارف الكلام ده جاي منين وليه يعني مش أي حد يقولك أي كلمة تخليها تدخل جواك وتسمع وتوجع لا هو مش الشخص ده مين أولا هو مين يعني هو مجرد حد كده بس عاوز يهجمك وعجات له فكرة ولا هو حد بيقول كلام يعلم الكلام اللي بيقوله صاحب علم صاحب خبرة فعلا بيحبك وبينصعك نصيح فمين الشخص ده وبيقول إيه فمهم وإحنا بنسمع الكلام نسأل نفسنا مين الشخص ده وبيقول إيه ما نسيبش الكلام يدخل جوانا وبعد ما يدخل جوانا ويمشي ويأثر فينا ويوجعنا نقول إحنا تواجعنا لدي مسئولية علينا برضو أمان لازم نبقى فهمنا إن من مسئوليتنا كبني قدمين إن إحنا مش كل كلمة تدخل جوانا مش كل واحد ما عدي يكتب لنا كومنت النهارة السوشيال ميديا مش كل واحد يقول لنا حاجة الكلام يدخل جوانا ويأثر فينا ويسمعنا كل واحد فينا عارف مصلحته وعارف أهدافه وكل واحد فينا إحنا بنقادمين بنحزن وبنتعب وبنتوجع ومش مطلوب مننا إن إحنا طول للوقت يعني نبين دع على السوشيال ميديا مش مطلوب مننا نبين حياتنا على السوشيال ميديا ودي نصيحة للكل اللي مش للمشاهير بس حتى إنت كبني آدم مش مطلوب منك إن إنت هتبقى قاعد بتبين كل حاجة على السوشيال ميديا بالزبط أنا من الناس دي يعني أنا من الناس اللي وعيته رحت المستشفى ما بقولش وما نزلش صور لو عندي مشكلة ما بقولش يعني أنا طول وقت يا جماعة إحنا بنصدر حاجات الحلوة إنت زنبك إيه أو إنت إن أنا تخلك كئيبة صحيح إيه ده أنا بشوف ناس من هنا من الحلة وصباحها بيتقطع من السكينة يعني إحنا بنشوف حاجات كتير في حياتنا مش لازم كل حاجة نبين السلبيات إحنا بندي طاقة حلوة لبعض